لذلك ينبغي أن يلتفت كل إنسان إلى أنك تحاول عبثا عندما تمارس شيئا وتقول شيئا آخر وهذا يعظم مشكلة الخطباء أكثر من غيرهم أيضا خطباء والواعظين والمتحدثين والمشرفين التربويين والاجتماعيين طيب هذول يدعون الناس عادة إلى أشياء مثالية وعالية طيب فإذا لم يكونوا بمستواها من حيث العمل والفعل فالأمر بالنسبة لهم لا ينبغي أن يتوقع هؤلاء ولا غيرهم أن ابنهم سيتأثر بكلامهم بينما عملهم مخالف لذلك العمل هو الناطق الحقيقي هو المؤثر الأكبر ولذلك كانت التربية بالقدوة هي التربية الأعظم هي التربية الأفضل هي التربية الأكبر عندما يرانا أبناؤنا مثلا إذا كنا في البيت بمجرد أن حان وقت الصلاة توضأنا ووقفنا للصلاة هذا ما يحتاج بعد أن أعظ ابني أو بنتي أنه إذا صار وقت الصلاة أول الوقت نفس هذا المشهد عندما يراه متكررا عليه يشعر بعظمة الصلاة وقيمتها وأما إذا كان عكس ذلك المرأة في المطبخ وقت الأذانها مصار تريد تكمل الطبخ بعدين كملت الطبخ تريد تغسل حتى لا تتراكم عليها الآنية غسلت الأواني تريد الآن تحط إلى أبو العيال جاي كذا صلاتها متى صارت ساعة أربع العصر لا ينبغي أن تطمع هذه الأم في أن تصلي ابنتها في أول الوقت لأنها ترى أمامها أمها وقد أخرت صلاتها إلى الساعة الرابعة طيب وأمثال ذلك كل صورة نريد أن نصنعها بدل أن نتكلم فيها ينبغي أن نعملها لأن التربية بالقدوة هي أعظم أسلوب تربوي أول ما يصادف مثلا ذاك البعيد يشوف ديوم واحد جاء إلى بيتي والده طرق الباب والده ما يريد قابله فيقول لهذا الطفل ابو أربع سنوات خمس سنوات مثلا روح قول له أنه والدي غير موجود هذا الطفل يجي ببراءته على الباب ويقول له يقول لك والدي هو ما موجود في البيت وهذا هم يرد عليه قل للوالدك أحسن تبارك الله فيك طيب هذا إلى الآن توه يتعامل مع مفهوم بهذا المعنى يعني شيء والده داخل ومع ذلك يروح يقول هذا ما موجود داخل أول مرة يتعامل مع قضية اسمها الكذب ممكن بعدين والده في مناسبة من المناسبات يقول لا تكذبوا مجيد لا يقبل هذا الكلام وإنما يرى أن أباه الذي هو أفضل واحد وأفهم واحد وأحسن واحد هو نفس طبق هذا وهو قد قام بهذا العمل فكيف يمكن أن يكون هذا العمل غير جيد يتركز في ذهنه ما رآه من والده لا ما قال له فهو فيما بعد يبدأ يطبق يضرب أخت مثلا حتى إذا سئل وخاف من العقوبة يقول مو أنا اللي ضربتها وضربتها هي اندزت على الإجدار شكرا